الكرة السعودية والدوري السعودي على موعد حقيقي وفعلي مع العالمية ايه الموضوع؟ رئيس تحرير جريدة مركة الاسبانية واحدة من اكبر الصحف في العالم المتخصصة في الرياضة خسي فليكس كشف عن كواليس مشاركة فريق سعودي في دوري ابطال اوروبا مستقبلا الصحفي بيقول ان من شهر اغسطس الماضي في مفاوضات ما بين الاتحاد الاوروبي ليه كرة القدم والسعودية علشان السعودية عايزة تستخدم بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الابطال الذي سيشهد تواجد 36 فريق بدلا من 32 فريق رئيس تحرير صحيفة مركة قال عبر قناة السعودية لازالوا يتحدثون ولم يتم غلق الجزئيات الصغيرة الاتفاق الاول ان تشارك الفرق لاكثر من موسم متتالي وليس لموسم واحد فقط لغير يعني مشاركة باذن الله احد الفرق السعودية بطل الدوري السعودي كما يقال في دوري ابطال اوروبا مش هيبقى لسنة واحدة ده هيبقى الموضوع مستمر للابد ممكن واضاف هناك حديث حدث منذ شهور واظن ان كرة القدم تتغير يوفى قادر على تغيير اي شيء في سبيل المتعة لان كرة القدم هي المتعة والنجوم السابقين في اوروبا موجودين الان في السعودية واي مشجع في العالم يريد مشاهدتهم كذلك في افضل بطولة في العالم وهذا طبيعي وبالتأكيد الكلام ده هياخدنا ليه الاسطورة كريستيان رونالدو نجم نادي النصر السعودي الحالي اللي يعني عنده ارقام قياسية كبيرة جدا يحب ان هو يكملها في دوري ابطال اوروبا ويحب ان هو ياخد برهة او فسحة من الوقت في ظل طبعا ابتعاد الاسطورة منافسه التقليدي عبر التاريخ الارجنتيني ليه وميسي عن الملاعب الاوروبية بعد انتقاله للولايات المتحدة الامريكية الصحفي تابع وقال العرض هو كيفية ادخال هذه الجزئية الجديدة مشاركة فريق خارج الكرة في دوري ابطال اوروبا في قوانين دوري الابطال ولابد ان يجتمع كل اللي ايجاد حل يرضي الطرفين وقتم امتى هنعلن عن هذا الموضوع ما اقدرش اقول موسم المقبل سيتغير نظام البطولة لكن ارى ان يويفا لن يتأخر فيه الرد على عرض الاتحاد السعودي وسيكون هناك فائدة لبكل بالتأكيد فيه فائدة كبيرة جدا دي دوري ابطال اوروبا والاوروبية بشكل عام لان الدوري السعودي استقطب حرفيا اكبر المواهب يمكن من خمس ست سنين او عشر سنين يمكن تكون العيبة المواهب العظمى اللي موجودة فيه الدوري السعودي تجاوزة التلاتين لكنها لسه براونقها ولسه بجمهاريتها الكبيرة جدا ايه نظام دوري ابطال اوروبا الجديد النظام الجديد هيبقى منشاركة ستة وتراتين فريق بدلا من اتنين وتراتين فريق هتبقى مجموعة واحدة فقط لغير مش هتنقسم لتمن مجموعات مثل ما هو الحال الان كل فريق هيلعب عشر مباريات فقط ضد عشر اندية مختلفة خمسة في ملعبه وخمسة خارج ملعبه هيتأهل اصحاب المراكز الثمانية الاولى وتلعب الفرق من المرتبة التسعة الى المرتبة 24 مواجهات اقصائية علشان يتأهل تمانية منها الى الدور ثمن النهائي البطولة تستمر بنظام خروج المغلوب حتى النهائي وفي بطولة الدور الاوروبي سيلعب كل فريق تم المباريات في مرحلة المجموعة الواحدة وفي بطولة كونفرنس سيلعب كل فريق ست مباريات في المرحلة الاولى وقد يتسع عدد المشاركين في البطولتين مستقبلا لستة وتراتين فريقا في كل مصابقة تطوير تطوير دايما بيعملوا الفيفا والويفا وحاليا كاف ايضا الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفقا للنظام الجديد لدور الابطال وبعد زيادة عدد الاندية المشاركة سيتأهل مباشرة لدوري المجموعات ثالث دوري الاتحاد المحلي صاحب المركز الخامس في تصنيف ويفا عارفين ان اول اربع دوريات مصنفة كان بيتاخد منهم اربع اندية شاركوا في دوري ابطال اوروبا فعلى سبيل المثال تحتل فرنسا حاليا المركز الخامس في تصنيف ويفا للدول وفقا لنتائج انديتها بعد كل من انجلترا واسبانيا وايطاليا والمانيا فرنسا بتشارك في دوري المجموعات بناديين الفريق التاريب بياخد تصفيات في النظام الجديد بقى الفريق التالت هيشارك مباشرة في دوري الامجموعات دون تصفيات مركز اخر سيتم منحه لبطل دوري اوروبي محلي يتأهل عن طريق التصفيات ليكون عدد ابطال دوريات اوروبية محلية متأهلين لدور المجموعات عن طريق التصفيات خمسة بدلا من اربع مثل ما هو الحال الان مركزان اضافيان سمنحان لناديان هم الاعلى في تصنيف في ويفا للاندية وفقا لنتائجها في اخر خمس سنوات فشلافي التأهل لدور المجموعات لدوري الابطال بشرط ان يكون الفريقين دولة اهلة مسبقا لتصفيات دوري الابطال او الدوري الاوروبي او بطولة كونفرنس الاوروبية اللي هي دوري المؤتمر الاوروبي مثلا لو بلغ فريق بورتوء البرتغالي التصفيات لكنه فشل في الوصول لدور المجموعات وكان اعلى نادي في تصنيف في ويفا غير مشارك في دوري الابطال وقتها يمنحه يويفا حق المشاركة في البطولة طبعا النظام الجديد ده حيدي منافسة كبيرة جدا للدوري السعودي وفرصة للأسطورة كريسيانو رونالدو انه يعود من جديد للملاعب الاوروبية عبر حاجة ولا في الاحلام يكون مشارك في الدوري السعودي ويلعب في دوري ابطال اوروبا صدقوني الصحافة كلها هتسيب كل دوري ابطال اوروبا وتركز مع واحد فقط لغير هو الاسطورة كريسيانو رونالدو لو عاد للمشاركة في دوري ابطال اوروبا لان حتى الان بيحتل صدارة الدوري السعودي الهلال السعودي وفي المركز التاني النصر السعودي بفارق اربع نقاط عندنا برضو اخبار عن محمد صلاح والانتقالي الاتحاد السعودي رئيس نادي اتحاد جداء السعودي انماري الحائلي كان له تصريحات مثيرة جدا للصحافة السعودية حول فشل انضمام الاسطورة المصرية محمد صلاح نجم نادي ليفر بول وقائد منتخبنا الوطني للتحاد السعودي والدوري السعودي ابدا الحائلي اندهاشوا من عدم تعاقد لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي مع صلاح واخرين طلب التحاج جداء ضموهم قبل انطلاق الموسم الجاري من الاخر كده رئيس التحاج جداء قال ان المفاوضات كانت مع محمد صلاح ومع ليفر بول انتهت تماما خلصنا كل شيء مع محمد صلاح ومع ليفر بول وقت التنفيذ اللجنة المنوض بيها توفير الاموال قالت لنا مع اندناش الميزانية اللي نقدر نضم بيها مو صلاح الحائلي بيقول طلبنا استقطاب كاريم بنزيمة وكانتي وفابينيو وجوتا وطالما نتحدث بشفافية فانا اتساءل مثلي مثل الجماهير ماذا حدث في مفاوضات ضم محمد صلاح وتابع ماذا حدث في المفاوضات مع باريس سان جرمان لضم ماركينيوس وجون دو جان قبل انتقاله لبرشلونا وديبراينا وسيرجيو راموس كل هذه تساؤلات لنا وبسؤاله عن عدم ضم صلاح اجاب طلبنا مشاكل رسمي عبر برنامج الاستقطاب ضم اللاعب من ليفر بول كنت في لندن رفقة سعد اللزيز مدير برنامج الاستقطاب لانهاء المفاوضات وبعدها في نهاية المفاوضات قيل لنا الميزانية لا تسمح بضم الاسطورة المصرية مو صلاح طلبنا صلاح وديبراينا وجون دو جان وماركينيوس وسيرجيو راموس يا رجل بنراح شوية واذا تعاقد اي نادي اخر مع تلك الاسماء سوف نظلم طبعا بيتكلم في الفترة المقبلة وده اشارة ان ممكن الاندية السعودية الاخرى تدخل في مفاوضات مع هؤلاء اللاعبين او غيرهم من الاسماء والله اعلم ممكن محمد صلاح بيقول ايه سنشارك بجميع اللاعبين الاجانب في كاس العالم الاندية هي فرصة تاريخية لنا باقامة البطولة على ملعبنا في السعودية طبعا التحجد ده هيلعب في ملعبه وسط جماهيره بيء المملكة العربية السعودية امام اوكلاند النيوزيلندي يوم 12 سبتمبر المقبل في الدور الاول من كاس العالم للاندية اللي صعد من هذه المواجهة هيواجه النادي الاهلي المصري في رابع نهاية البطولة المقرر اقامتها في مدينة جده السعودية رئيس الاتحاد السعودي اكمل وقال اتحجد طلب التعاقد مع ماركينيوس ولم يتم استقطابه لانه قيل لنا لا يوجد ميزانية بسبب رتبه المرتفع وشدد لا توجد ازمة بيننا وبين لجنة الاستقطابات فما يجمع بيننا العمل البرنامج يقول ان الكل الاندية تحصل مثل بعضها ولكن هذا لم يحدث والاتحاد جده لم يحصل مثل باقي الاندية قيل لنا لا يوجد ميزانية لاستقطاب اللاعبين الذين يرغب التحجد في ضمهم الاجابة لم تقنعنا ولدينا معلومات اكثر ومستندات اكثر اذا كانت هناك رغبة في الخود بذلك فلا مشكلة ابدا لدينا وعن المدير الفني الجديد بعد اقالت طبعا المدير الفني البرتغالي الحائز على لقب بطولة الدوري السعودي مع التحاج جده في الموسم الماضي نونو سانتو قال مارسلو جاريدو طبعا ده المدير الفني الارجنتيني الجديد للاتحاد كان ضمن ثلاثة مرشحين وتم الاستقرار على التعاقد معه لانه يواكد تطلعوتنا بتحسين نتائجنا بشكل سريع كقامة كبيرة وتابع التحاج جده نادي كبير وجماهيره لا ترضى الا بالزهاب وكان هناك حالة عدم رضا في الشارع الرياضي بسبب سوء النتائج ولديهم الحق في ذلك ولذلك قررنا رحيل نونو سانتو واضافة دماء جديدة لتجديد الطموح والشغف واختتم انمار الحائلي تصريحاته بالحديث عن اسباب غياب جوتا قائلا تم التعاقد مع جوتا بناء على طلب المدرب وجاء عن طريق لجنة الاستقطاب وغيابه عن المباريات كان قرار فني بحث بسبب تعرضه لاصابة خفيفة امام الهلال وفضل المدرب وقتها الاعتماد عليه في منافسات اسيا على ان يتم الدفع به في المنافسات المحلية خلال الفترة الشتوية القادمة طبعا الكلام قد يكون غريب شوية لان الاتحاد السعودي بكل بساطة ضم كريم بن زيمة افضل لعب في العالم فازاي لجنة الاستقطاب لم توفر الاموال اللازمة للاتحاد السعودي والاتحاد عمل صفقات تاريخية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية هل دي مثلا تصريحات بتتنصل من النتائج السيئة بتاعت الانتحاد السعودي في الدوري السعودي حتى هذه اللحظة مش عارف ده اللي هتجاوب عليه الايام القادمة باذن الله لو امر تشوفني ما تنساش تشترك في القناة تفعل الجرس تعمل لايك الفيديو وبنتابع كل اخبار الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة عالمية اللهم انصر اهلنا في فلسطين باذن الله اشوفك على خير باذن الله شكرا ديكم السلام عليكم شكرا ديكم